الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي قابوسة مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم في إقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب كشف الشبوهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد إنهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعنسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم بيّن رحمه الله حقيقة التوحيد فقال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع فإن التوحيد شرعا له معنيان أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة ثم بيّن أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا فإن الرسل أتوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل في العبادة وكان أول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوثى ويعوقى ونسر والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراد وكان من خبر قوم نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان فيهم هؤلاء الخمسة المذكورون وكانوا من صالحيهم ثم لما ماتوا عكفوا على قولهم ثم صوروا صورهم ليشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل بتذكرهم ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله عز وجل وبقيت عبادة هؤلاء الصالحين في طبقات قرون الناس ولما اجتال الطوفان قوم نوح رمى بتماثيل هؤلاء الصالحين إلى جهة الحجاز وسفت عليها السوافي وتوالت عليها الرياح حتى خفيت ثم لما رأى عمر بن لحي وكان رأس خزاعة وهم أهل الحرم ما كان عليه أهل الشام من عبادة الأصنام دن له الشيطان على تماثيل هؤلاء الخمسة فاستخرجها وبث عبادة الأصنام في العرب ولم يزل هذا الأمر يتزايد فيهم حتى تركوا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن عبادتها وهو الذي كسر تلك الأصنام لما فتح الله عز وجل عليه مكة وكانت بعتته صلى الله عليه وسلم إلى قوم لهم أعمال صالحة يصومون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا إلا أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يزعمون أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله فهم وسائط عنده فهم وسائط عنده فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تجديدا لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله وحده لا يصلح منه شيء لغيره كائنا من كان ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرهما ثم ذكر المصنف أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون أن الله هو الخالق وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيد الله وتحت تصرفه وقهره فهم مقرون بالربوبية لله عز وجل نعم فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات العظيمة الداج التي على ذلك لما قرر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية ذكر في هذه الجملة الدليل على ذلك وساق ما ساقه من الآيات القرآنية ودلالتها على كونهم مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها من الخلق والرزق والملك والتدبير جعلوها لله عز وجل ودلالتها على كونهم مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها أي أفراد الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير جعلوها لله عز وجل فأفراد الربوبية عندهم مضافة إليه فأفراد الربوبية عندهم مضافة إليه فهم يقرون بها نعم ترجمة نانسي قنقر